بإجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 افتتحت مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية العيادة السنية في مجمعها الطبي بمدينة إدلب بتجهيزات حديثة كجهاز التقليح الآلي كفيترون وجهاز تصوير شعاعي متطور غير موجود في المناطق المحررة وتقدم العيادة خدماتها بشكل مجاني لمراجع المجمع نقدم حالياً بالعيادة السنية بمجمع أورينت الطبي خدمات علاجية مجانية للمرضى طبعاً مختلف أنماع المعالجات موجودة سواء معالجات ترميمية أو لبية أو قلع أو حتى معالجات لسوية اللي بلوقت هاي المعالجة مو موجودة بغير مراكز مجانية نحن هل قادرين نقوم فيها سواء بأدوات التقليح الآلي أو اليدوي وشملت الإجراءات الوقائية تعقيم الأدوات بواسطة أجهزة تعقيم كاملة للحفاظ على صحة المرضى بالإضافة لتعقيم كامل المكان قبل وبعد دخول المريض والحفاظ على التباعد الاجتماعي خارج العيادة وتأتي أهمية افتتاح العيادة السنية لاهتمام المؤسسة بالصحة الفموية التي تعكس صحة جهاز الهضم حيث تسبب أمراضها آلاماً شديدة بالإضافة لقلة هذه العيادات في المناطق المحررة وحاجة المدنيين لها أنا سمعت افتتاح العيادة السنية بمجمع الأورينت الطبي وأنا جيت اليوم مع أول جلسي لأيلي عند الدكتورة بشأن عالج لسي عندي طبعاً هذه الخطوة كثير فعالة وممتازة يعني بحكم أن العلاج عند الخاصة كثير بكلف ونحن بدنا هيك خطوات دائماً يعني بكل المجالات وتسعى مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية لتوسعة نشاطاتها الطبية من خلال افتتاح أقسام جديدة تلبي احتياجات المرضى في المنطقة بالإضافة لتأمين المستلزمات الطبية والأدوية النوعية وتوزيعها على المشافي والمراكز الصحية شمال غرب سوريا وبشكل دوري